بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة نوي علمي مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات ما زلنا معكم مع حل مسألة على الدالة اللغة التي ميعفول بعدما شفنا الجزء الأول كملناه كامل لمن لم يرى بعد هذا التصحيح ما عليه إلا أن يعود إلى التصحيح وكان أهم سؤال في هذه المسألة حبيت ترقزولي عليه هو بيّن أن المعادلة Fx يساوي 0 تقبل حلاً وحيداً على مجال 0 زي ما نهاية وهو نفس الأجوبة إذا كان على مجال R يحقق الألفة محصور بين نصف وواحد إذن نتمنى أنه سترقزولي على هذا السؤال وعلى أيضاً إشارة Fx كيف نستنتجها من خلال هذا السؤال نجيل السلي الجزء الثاني يقول لتكون F1 و F2 دالتان معرفتان على نفس المجال اللي هو 0 زي ما النهاية بالعبارتين التاليتين F1 لX هي X-1-X على X مربع العبارة الثانية لF2X هي X-2-X على X مربع سؤال الأول يقول بين أنه من أجل كل عدد حقيقي X ينتمي إلى 0 زي ما النهاية فإن F1 لX نقص F2 لX تساوي F لX ثم بعد ذلك السؤال الأخير استنتاج الوضعية النسبية شوفوا معي إذن دائماً نكتب المعطيات التاعين نكتب عبارة F1 لX عبارة F2 لX ثم نكتب البيان أنه من أجل كل عدد حقيقي X ينتمي إلى 0 زي ما نهاية فإن F1 لX نقص F2 لX تساوي F لX شوفوا معي إذن مش راح نديرها أولاً ما راح ننطلق من F لX باش نلقع عبارة بأنها عبارة عن F1 لX نقص F2 لX بل أنطلق من F1 لX نقص F2 لX هل فعلت تساوي F لX شوفوا معي إنا بدنا نبدأ بالطاور F1 لX ماذا تساوي إذن تساوي X نقص 1 نقص لغارة X على X مربح نقص نبدأ في عبارة الثانية تاع F2X هي ندير قوسين X نقص 2 نقص 2 لغارة X على X مربح نبدأ نبسط إذن دائماً F1 لX نقص F2 لX ماذا تساوي إذن هنا يخرج لX نقص X يروح أو نكتبها كما هي وبصنا ندخل نقص باش تتبعوا معي إذن ننشر نقص نقص X زائد 2 زائد 2 لغارة X على X مربح F1 لX نقص F2 لX ماذا تساوي هنا X نقص X يروح نقص 1 زائد 2 خرج لي 1 ثم نقص لغارة X على X مربح زائد 2 لغارة X على X مربح خرج لي زائد لغارة يعني 1 تاع لغارة X على X مربح إذن وهذه العبارة ما هي إلا عبارة F لX إذن هنا فقط قبل ما نبدأ في الحسابات فقط نكتب من أجل كل X ينتمي إلى 0 زائد ما نحيه وبالتالي نقول من أجل كل X عدد حقيقي من 0 زائد ما نهاية فإن F1 لX زائد F2 لX هي فعلا تساوي عبارة F لX نتمنى فقط أن يكون واضح ننتقل إلى آخر سؤال من هذه المسألة إذن قلنا سؤال آخر استنتج الوضعية النسبية للمنحنين عفواً C1 وC2 ثم أخيراً تحقق أن نقطة تقاطعهما في نقطة ذات الإحداثيات ألف ألف نبدأ أولاً في الوضعية النسبية للمنحنة C1 وC2 شوفوا معي أولاً ما ننساش نذكر أن C1 هو المنحنة البياني للدالة F1 في معلم وC2 هو المنحنة البياني للدالة F2 في معلم أيضاً إذن لدراسة الوضعية النسبية للمنحنين دائماً ندرس إشارة الفرق وهي F1 X نقص F2 X وحنا حسب السؤال الذي سبق لماذا قال استنتج دائماً نستعمل السؤال الذي سبق عندنا F1 X نقص F2 X تساوي F2 X إذن رح يصبح إشارة هذا الفرق من إشارة F2 X وإحنا إشارة F2 X درسناها من قبل هيلك إشارة F2 X على المجال سفر زيد ما النهاية يكون على سفر ألفا مجال مفتوح عند السفر تكون F2 X سالبة وبالتالي رح يكون الفرق سالب أما هل المجال سفر زيد ما النهاية يكون تكون F2 X موجبة وبالتالي الفرق يكون سالب ونشوف التفسير البياني التالي شوفوا معي إذن ونش نكتب نقول أولاً من أجل ألفا X من أجل X وليس ألفا إذن من أجل X ينتمي إلى المجال سفر ألفا F2 X تعني قلنا أنها أقل تماماً من السفر وش يعني ذلك يعني أن F1 X نقص F2 X رح يكون أقل تماماً من السفر يعني أن F1 X يكون أقل من F2 X وش معنى هالتفسير البياني أن المنحنة C1 طبعاً على المجال سفر ألفا المنحنة C1 يقع تحت المنحنة C2 إذن نكتب على المجال سفر ألفا المنحنة C1 يقع تحت المنحنة C2 هذا هو هذا هو التفسير البياني على المجال سفر ألفا إحنا فقط قبل ما ننسى C1 هو المنحنة البياني في معلم هنا C2 هو المنحنة البياني في نفس المعلم بش هكذا يتمكننا دراسة الوضعية طبعاً إذن هذه كانت الحالة الأولى ما ننساش أن ندرس عنده X يساوي السفر X يساوي ألفا إذن لما X يساوي ألفا وش معنتها؟ قلنا أن F لألفا تساوي السفر إذن F لألفا يساوي السفر هذا يعني أنه لما X يساوي ألفا رح يكون المنحنيين رح يتقاطعان إحنا رح يكون F1 لأيكس نقص F2 لأيكس يساوي السفر يعني F1 أو نكتب بعبارة أخرى F لواحد ألفا يساوي F2 لألفا ويساوي السفر لأنهما نفسهما رح يتقاطعان شوفوا معي إذن نقول أن C1 وC2 يتقاطعان عند النقطة رح نولينها هذا السؤال لأنه طلب منه تعيين نقطة التقاطع عند النقطة ذات الفاصلة طبعا X يساوي ألفا نجي للحالة الثالثة كي يكون X تاعتمي إلى سفر زيد ما النهاية أو عفوا ألفا زيد ما النهاية إذن لما يكون X ينتمي إلى الماتجات سفر ألفا عفوا ألفا زيد ما النهاية وش يكون F لأيكس قلنا أن F لأيكس رح يكون موجب تماما وبالتالي الفرق F1 لأيكس ناقص F2 لأيكس رح يكون أيضا موجب تماما إذن هذا يكافئ وش يكافئ؟ وش يكافئ؟ أن F1 لأيكس رح يكون أكبر من F2 لأيكس التفسير البياني C1 المنحنة C1 يقع فوق المنحنة C2 إذن نكتب إذن طبعا المنحنة C1 يقع فوق المنحنة C2 على المجال سفر ألفا الآن يقول أنه تحقق أن نقطة تقاطعهما يعني C1 وC2 في نقطة ذات الإحداثية ألفا ألفا إذن مش رح ندير رح أعين نقطة تقاطع وش قلنا؟ قلنا أن في الحالة وينيكون إكس يساوي ألفا رح يكون F لألفا يساوي سفر وبالتالي رح يكون الفرق F1 لإكس نقص F2 لإكس يساوي سفر يعني ذلك F1 نعوض إكس بألفا يساوي F2 ألفا قلنا أنهما يتقاطعان في نقطة ذات الإحداثية ألفا إذن المنحنيين C1 وC2 يتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة ألفا الآن وش مزالي نلقى؟ نلقى ترتيبة النقطة هذه إذن حساب الترتيبة إذن حساب ترتيبة نقطة تقاطع المنحنيين إذن كيف رح نلقاها؟ بما أنها نقطة تقاطع المنحنيين يكفي أن أعوض F1 لألفا أو F2 ألفا نلقاها نفسها مثلا نحسب F1 لألفا وش نلقى؟ إذن عبارة F لإيكس إذن نعوض إيكس طبعا نكتب لكم هنا عبارة F1 لإيكس باش ما تقول شمين جوت هي إيكس ناقص واحد ناقص لغارة إيكس على إيكس مربح إذن نعوض إيكس بألفا تقولي لي ألفا ناقص واحد ناقص لغارة ألفا على ألفا مربح نتابع لغارة ألفا على ألفا مربح إذن هنا نلاحظ أن ملقيناش F1 لألفا هو نفسه ألفا إذن مش رح ندير؟ إذن رح نحسب هذا الحد اللي هو لغارة ألفا على ألفا مربح كيف أجده باستعمال F لألفا يساوي سفر إذن لألفا يساوي سفر هذا يكافر F لإيكس حال يساوي نعوض واحد زائد لغارة ألفا على ألفا مربح يساوي سفر إذن كم يساوي لغارة ألفا على ألفا مربح مربح ما حال يساوي رح يساوي نرجع واحد ساوي نقص واحد. مش راح ندير راح اعوض اذا نعوض هذه القيمة هذه القيمة اللي هي هذه القيمة اللي هي لغاريتم الفة على الفة مربع بما تساويه بنقص واحد في اف واحد لالفة. نجد مش راح نلقى وش نلقينا افلي الفة شوفوا معي نعاوض افلي الفة ماذا يساوي قلنا انه يساوي الفة ناقص واحد اذا الفة ناقص واحد ناقص عوضا ما نكتب لغاريتم الفة على الفة مربع نكتبه لكم قبل فتنعوض لغاريتم الفة على الفة مربع نعوض هذه القيمة بنقص واحد نعاوضها بنقص واحد وش نلقى نلقى افلي الفة تساوي الفة ناقص واحد ناقص ناقص واحد وتساوي الفة ناقص واحد ناقص واحد كم تساوي تساوي الفة نقص 1 إذن تحققنا أن ألفا ألفا هي نقطة تقاطع المنحنين C61 أتيت إلى نهاية هذه المسألة أتمنى أنكم تستفادوا منها بالتوفيق للجميع بالنسبة للناس اللي راي تقول لي ما تنزليش الصور معجبتهم مش صور أقولوا لكم ونزلوا الصور ونزلوا الشرح للاستفادة يعني الكبيرة هكذا باش تستفادوا أكثر 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 وأكثر إذا كان في الصور كان سؤال استعوص عليكم جاكم صعيد ماكاش مشكل نعوده لكم وشرحه لكم باش ما نضيعوش الوقت إن شاء الله كلكم تكونوا في قائمة الناجحين في شهادة الباكالوريا ونفرحوا بكم إن شاء الله اللهم تقبل جميع أعمالنا إن شاء الله يا ربي تقبل صيامنا وقيامنا بالتوفيق للجميع ما تنسوناش في قراءة القرآن جد جد مهم أيام رمضان أيام مباركة استغلوا هذه الأيام إن شاء الله تجيكم البركة في العمل تاكم وفي الدراسة تاكم يسر الله لكم أمركم جميعا سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله